اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن اليوم لأول مرة من سنوات يجتمع مؤسسات التعليم العالي كلحظة فارقة في تاريخ ليبيا نحن نسعد بها نعتبر في أنفسنا أننا استطعنا جمع هذه الكوكبة من العلماء والجامعات في الشرق والغرب والشمال والجنوب في قاعة اجتماعات واحدة هو إنجاز وفقنا الله فيه سبحانه وتعالى هذا الاجتماع بقدر ما نحرص على أن يكون الاجتماع ناجح ونطرح فيه قضايا مهمة في التعليم والإشكاليات المطروحة ولا شك أنها ملفات كبيرة ويعيها الإنسان والمواطن والمعلم والأستاذ إضافة إلى إشكاليات كبرى في تصنيف جامعاتنا لأنه أيضا بالقدر ذاته يعني نحن سعداء بهذا الاجتماع نحن نطرح في كل ما نحن نطرح في مدعاتنا عموماً يوسعنا كونزو ملحفة وأساء الدليل هذا الاجتماع الدولي الأول لرؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي نقش مشاكل الجامعات والبحث العلمي في الوزارع ووضع سياسات الدراسات العليا والبحث العلمي في كافة الجامعات تشرحنا اليوم بحضور كافة الجامعات على مستوى ليبيا من شرقها إلى غربها إلى جنوبها كلهم متواجدين إن شاء الله سيكون اليوم حافل بالنقاش والخروج بمستوصيات لرفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في ليبيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر